اشتركوا في القناة في الفرنج من بيت المقدس في يوم من الأيام أمير المؤمنين ينتظره الكثير من المهام فالتأذن لي بالرحيل مر علينا بين الفينة والفينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناصر ماذا ورائك يا ولدي؟ لا شيء لا شيء يا أبي لماذا تمقت الشيخ يا ناصر؟ الشيخ؟ إنه يدعو إلى تعطيل أحكام كتاب الله ماذا؟ رفع الله بني آدم بعضا فوق بعض درجات فأصبحت بحكمته أمير المؤمنين وأصبح هو من الفقراء المساكين لكنه يا أبي يطمع في قلب الموازين يطمع في كرسي الخلفاء والسلطين وها هو يجمع الناس حوله ويهاجمك في وضح النهار دون خشية ثم يخبرهم بأنه من سلالة الصديق كفا؟ لا يا أبي فأنا أخاف عليك أخاف على رهبتك بين العامة وعلى بزوغ نجم جديد في سماء بغداد ما تفعني؟ كل النجوم لابد أن تأفل ولا يبقى إلا نجمك أنت نجم المستضيء بالله ترجمة نانسي قنقر عدشان عدشان النجاو فيه يحترق ماذا حدث لسعد العدي؟ صاحف المسجد يمدح أمير المؤمنين فأسكته بدل جوزي قباح أولله منع عني خير أمير المؤمنين ولكن أنا يا سعد ما عهدناك من المستمعين لدروس الفقه أو الحديث فلماذا سرت إلى المسجد؟ لاب أردت سماع من سرق الباب الرجال وأبكى عيونهم بالكلمات وأصحراهم ببلاغة الفصحاء ألم يحدث لك مثلهم؟ مثلهم؟ لقد وجدت فيه ملاهة الجهلاء لا يميزه إلا الترنع شئ إنه يترنع بالكرا قصات يخاطب عقولل جهلاء مش إصمت中 هذا هو ابنه ها؟ selfish ابنك? ولماذا يأتي الى هم؟ يريدوا ان يتعلم الشعر والغنان الشعر 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 والغنان ماذا تقول يا هم؟ سعد سعد شبه دعني دعني وشاني يا رجل الشعر والغنان يا فتح مشمك علي علي ابن عبد الرحمن ابن الجوزي قباحك الله انت ابن مانع الخير مانع الخير ابوك ابوك منع خير امير المؤمنين عني ومنعه عن قبلك كيف كلما ارسل امير المؤمنين بجائزة لنا ردها اليه ويقول لا حاجة لنا بها نأكل اليابس ولا نوقد النار في دارنا لا نعرف رائحة السن وهو يرد الهبات والجوائز يبدو ان جوفك يحترق مثلي اجلس اجلس ارجوك ارجوك يا سيدي باع ابواب الغضب موسدا الا تعرفني انا الحيص بيص ماذا الحيص بيص اعدائي من الشعراء هم الذين اطلقوا هذا الاسم علي اسمي سعد بن محمد كنياتي شهاب الدين اكرمك الله يا سيدي لقد سمعت عنك الكثير عليك اصدقني القول اتهوى الغناء حقا والشعر ايضا وضرب الدف والمزمار استمع اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه واخترت طريقي هو طريق ابن الجوزي مللت السير فيه إنه طريق مظلم تحفه الأشواك أرغمني على السير فيه لكنني الآن امتنعت هذا كلام العقلاء كان قلت له إن الدنيا حلوة نظرة لماذا نغمد أعيننا لظلام وأجباح لماذا لماذا لا نأكل والطعام أمامنا طعام أمامنا لماذا لا نأكل واشربوا أمامنا لماذا لا نأكل جوفاناَ يحترقان فلنطفيقه بقى ايه مازال يحترقان لا حديث لأهل بغداد إلا عما قلته للخليفة المستضيئ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أي يلهيهم هذا الحديث عن ذكر الله لقد قمت اليوم بنسخ الكراسة الأولى من صفة الصفوة كراسة واحدة يا عبدالعزيز هذا فطور أم؟ يوسف أخي نقل نسخة أخرى وعلي؟ نهو يا أبي وفيك من حرج الجواب يذهب وإيقظ أهل الدار أهو الدرس؟ بل قيام الليل فأفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هيا أذهب وإيقظوا جميعنا علي محمد لله جئت في الوقت المناسب هل هو الداخل؟ لقد سأل عنك أخبره بأنني نائم لن أجذب يا علي ثم إنه سيقذ أهل الدار للصلاة لماذا لا يصلي وحده؟ لماذا يرغمنا على فعل ما لا نريده؟ تحدث عن نفسك ألا تود أن تكون من الذاكرين يا علي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الصلاة والسلام إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات هذا يناقض لا إقراه في الدين بل هذا جهل منك إذ تتحدث فيما لا تفقه لا استقاديا كي تحكم بجهل علي تعدب أنا سيت من يكون أبلغت بك الجرأة أن تعصي الله وترتكب ما نهان عنه إنه دواء دواء رائحة الخمر تفوح من فمك أيها الشقي التعس ماذا حدث يا أبي؟ ماذا حدث؟ قل لأخيك يوسف ماذا حدث يا علي؟ قل إنك تجرعت عسل الشيطان وصار يختلط بدمك هذئ من روعك يا أبي هذا مقام الغضب لله يا عبد العزيز آه زلزلتني أيها الشقي ماذا أفعل الآن؟ أرقلك برجلي هكذا أوه لست صغيرا كي تضربني ضربك لا يكفي بل لابد من حد الله صبرا يا أبي فإن جلده سيسوقك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره أستغفر الله العظيم افعل ما شئت يا أبي إن أصبحت علينا الدنيا سأذهب بك إلى القاضي هيا هيا أيها الفاجر هيا ولكن القابل يا أبي يا يوسف إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا إلى هذه الدرجة إقامة الحدود إقامة الحدود يا ولدي هي إقامة للعدل وإقامة العدل فيها من البركة ما هو خير للأرض من أن تمطر أربعين يوما موسيقى 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 لا تجهد نفسك بالتفكير موسيقى هذا هو الحل الوحيد موسيقى موسيقى وأبن الجوزي أتخشى من رجل لا يملك المال أو السلاح إنه يملك أفئدة الناس وهذا أقوى من المال والسلاح إذن ندبر له أمرا فلا تلتفت الناس إليه كيف ندبر له غانية تدعي أنه راودها عن نفسها لن يصدقها أحد لن يصدقها أحد أريد أمرا من قوله يكفر به ألم تخبر الخليفة المستضيء بأن هذا الرجل يدعي أن نسبه ينتهي إلى أب بكر السديق فيما تفكر إنه يا أمير المؤمنين كثير الحديث عن مناخب أبي بكر السديق حتى إنه يرفعه إلى درجة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم سينكر الرجل هذا وينتهي الأمر فكر فكر يا أبا الفضل في طريقة أخرى مولاي الأمير مولاي الأمير الناصر ماذا في الأمر؟ مولاي أمير المؤمنين أصيب بالحمة ماذا؟ أبي ماذا حدث لك يا أبي؟ أين الطبيب؟ لماذا لم يحضر حتى الآن؟ والدتك يا مولاي الأمير هي التي طلبت ذلك لماذا؟ لو شع الخبر بين الناس لسادة الفوضى ناصر أمرك يا أبي؟ أريد ابن الجوزي ابن الجوزي؟ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من يطرق بابي في مثل هذه الساعة؟ انتظر 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 يا من تطرق الباب أنت ماذا تريد؟ لم أجد غير بابك أتركه الآن؟ أبي ينوي تسليم للقادي ماذا؟ يريد إقامة الحد هل اقترفت إثمن؟ أنت أعلم بما فعلناه معاً لا، أنا لم أرك، بل لا أعرفك أرجوك، أرجوك أحمني منه، أرجوك أتريد الإختباء هنا؟ أنت المرفأ الوحيد لدي؟ أمعك نقود؟ سأحضر، سأحضر لك كل ما تريد كيف؟ لا عليك، لا عليك، دع لي هذا الأمر إذن تفضل، تفضل، جوفك يحترق؟ جداً إذن أطفئ؟ إذن أصبت المترجم للقناة أبي هل أذن الهجرة؟ هرب عليه يا يوسف وكيف حال أمير المؤمنين اليوم؟ يريد ابن الجوزي ويلح في ذلك لابد من تنفيذ أمره كيف؟ كيف نحن نخفي خبر مرضه؟ ابن الجوزي لو رأى الخليفة على حاله سيشيع الخبر بين الناس وربما انتهزها فرصة للوثوب على هذا الكرسي فيما يفكر الأمير الناصر إذن؟ لا أدري يا أبا الفضل لا أدري ما هذا؟ أمير المؤمنين؟ أبي لماذا تركت غرفتك وأنت على هذه الحال؟ ألم يأتي ابن الجوزي بعد؟ سأرسل له من يحضره ولكن يا أبي إذا أردت مقابلة فعليك بالتماسك نعم يجب أن لا يرى أحد مرضك قبله هنا يا أبي في ديوان الخلافة فيما تريدني يا عبد الرحمن؟ ولدي علي ماذا ألم به؟ أهو مريض؟ الأمر أخطر من المرض بالله عليك أخبرني ماذا حدث لولدك؟ سأخبرك أخبرك فأنت قاضي بغداد وقد عهدت الله ألا أخفي عنك هذا الأمر سأخبرك سأخبرك إلى أين؟ ذاهب مليل السوق السوق أنك لا تملك ما تبتاع به وليس معك ما تبيعه إنني سبحث عن عمل تبحث عن عمل في السوق , ألا تغشى رجال القاضي م..ما..ما..ما..ما؟ ما.. ما..ما ..ما..ما..ما....ما أتحولت إلى معز؟ إنك اشترط علي أن أحضر لك المال كي أبقى هنا فدعني أذهب لأحضر لك المال أهو تائهم هذا المال وتبحث عنه؟ جوك دعني وشأني اذهب فلسطوبي خاسر اذهب خاسر عملنا في السوق ربما لا حول ولا قوة إلا بالله قلت له يا ولدي كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشوا ليفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ولكن وأسفاه لم ينصت إليه تقول إنه هرب ولا أدري أين ذهب أهو ابتلاء أم اختبار أيكون ابن عبد الرحمن الجوزي ولداً عاقاً كان نبي الله نوح أفضل منك بدرجات ودرجات ومع ذلك لاقى الكثير من ولدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا ورائك أيها الجندي انصالف أنت أمير المؤمنين المستديء بالله يطلبك يا عبد الرحمن من هذا الذي يريد مقابلته؟ شاعر شاب أمير المؤمنين تشغله الأمور الكبار ولا وقت لديه لسماع الأشعار اسرف هذا الشاب أمرك يا مولاي ناصر انتظر أعطيه مئة دينار أمير المؤمنين صيام المؤمنين وسيد حضار الاوتر انتظر مرحباً بخير يا حباب زماننا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا ألم بأمير المؤمنين لا شيء أمير المؤمنين في أتم صحة وأفضل حال اجلس اجلس يا عبد الرحمن لماذا لم تحضر الطبيب لأمير المؤمنين يا ابن الجوزي اننا نطلعك على سر من أسرار البلاد فإياك والبوح به أي سر هذا مارض أمير المؤمنين أولى من هذا الكلام أن تستدعى الطبيب نحن نخشى الفوضى لذا نتكتم الأمر دعك منه وأرني ذاتي عارية في مرآة حديثك هذا ليس مقاما لا تضن علي بالكلمات سيروعك قولي قل ما تشاء اجعل صحر فؤالي يبتل بكلماتك الندية عشر سنين يا أمير المؤمنين وأنت مالك هذه البلاد بيدك كلمة المسلمين عشر سنين أو يزيد ولم تفكر في بيت المقدس المسلوب هذا حديث تبكي له القلوب أما بلغك أن الفرنج يخربون المسجد سنابك الخيول يا أمير المؤمنين تدنس مصر الرسول أما علمت أنهم يمنعون الصلاة هل أثرت الصمت؟ وإلى متى؟ إلى أن يصبح أطلال بناء تبكيه الشعراء؟ وماذا أصنع؟ تسألني؟ الحرب يا ابن الجوزي مغامرة إن تنصر الله ينصركم؟ اختلف الزمان يا عبد الرحمن خمسمائة عام تفصل بيننا وبين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين واحد واختلاف الرجال الخير في أمة نبينا إلى يوم الدين جرب عد مهزوما سيبقى لك شرف المحاولة ستمدحك أفعالك لا أقوال الشعراء المأجورة سيقول عنك التاريخ حاول تطهير الأقصى حتى مات لم يتغاذل لم يصمت فليأذن لي أمير المؤمنين هذا ليس مقام حديث عن معركة مخسرها أنت لا تدري عاقبة ما تتحدث عنه غاية معرفتك هي بعض أمور الدين أما الحرب فلها رجالها لو هزننا كما قلت لن يحاكم التاريخ إلا أمير المؤمنين ولو صمدتم سيحاكمكم الله ما أرسل لك أمير المؤمنين كي تفتح الجراحة نعم يا ابن الجوزي أغلق هذا الباب ألم أقل لك سيروعك قولي حدثني حدثني عن صفح الله وعفوه أبي أبي أمير المؤمنين يبدو أنها ساعة النهاية فليبقى كل في مكاني نعوى هذا الرجل من الخروج حتى أخذ البيعة لنفسي أتريد العمل هنا نعم ولكن لن أأخذ منك نقود يكفني السكن والطعام أكراما لأبيك سأوافق أرجوك أرجوك لا تحدثني عنه فهو السبب في الفاقة التي أعيشها إنا لله وإنا إليه راجعه إنا لله وإنا إليه راجعه كل نفس ذائقة الموت ولكن متى حدث ذلك؟ اليوم رحم الله أمير المؤمنين المستضيع بالله ستبقى معنا أيها القاضي لحضور مبايعة التجار والأعيان والقادة ولكن لا أظن أن أحدا قد بلغه ما حدث وقد أثرنا ذلك وقمنا باستدعاء من يهمهم الأمر وسندخلهم امتباعا ولكن ما جرى العرف على ذلك؟ نحن لا نريدها فوضى أيها القاضي لو أن ابن الجوزي خطب في العامة وطلبهم بالبيعة للأمير الناصر ابن الجوزي من؟ إنه الفتنة بعينها ابن الجوزي؟ أخبرني أيها القاضي ألا يستطيع ابن الجوزي أن يأخذ البيعة لنفسه؟ ولا يطمع في ذلك آلاف العامة يلتفون حوله ينصتون لحديثه ربما عنا لأحدهم أن يقول فلنباياك أنت يا ابن الجوزي فيجد ذلك هوا في نفسه ابن الجوزي؟ ابن الجوزي ينام على حصيرة خشنة حتى لا يأخذه النوم أو يغفل عن ذكر الله ابن الجوزي هذا يقرأ ربع القرآن في اليوم الواحد ثم يقوم الليل على ربع آخر يكتب كتابا كاملا إما في الحديث أو في التفسير أو في التاريخ هو رجل لا يسعى إلى منصب حتى وإن أتاه المنصب يسعى على قدمي إن كنت تريدني أن أحضر الباعة لك أيها الأمير فليحضر معنا ابن الجوزي أين هي؟ أين هي؟ لم يدخل بيتي غيره؟ أشهد الله أني قد بايعت أمير المؤمنين الناصر لدين الله أحمد ابن المستضيء بالله رحمة الله عليه أشهد الله أني قد بايعت أمير المؤمنين الناصر لدين الله لم يبقى غيرك يا ابن الجوزي فأنت لم تبايعني بعد عافاك الله من الفتن ورحمك من النار فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك منها ما أعظم الذي ابتليت به وأفضع الذي سيق إليك من أمر هذه الأمة لم يطلب أمير المؤمنين موعظة يسمعها اعلم أنك إن استقمت استقاموا وإن ملت مالوا بايع أمير المؤمنين يا ابن الجوزي أقواله هادي تعني مبايعة صريحة لأولي الألباب تذكر يا أمير المؤمنين أنه مبتلي أحد بشيء أشد من القسوة والغفلة فلا تقص على مظلوم ولا تغفل عن حق للمسلمين سلبه الفرنج